بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الرابعة الموازنة الشاملة ومحاسبة المسئولية لامركزية الإدارة ومحاسبة المسئولية تعني لامركزية الإدارة تفويض بعض الأفراد عند مستويات إدارية معينة في سلطة اتخاذ القرار نتيجة كبر حجم المنشآت نتيجة ايه؟ كبر حجم المنشآت ومع تفويض السلطة تأتي المسائلة للمسئولية ويقمن دور المحاسبة الإدارية في إعداد التقارير الإدارية اللازمة لقياس الأداء والمحاسبة لمحاسبة المسئولية وتهدف اللامركزية إلى إيجاد الظروف والعوامل التي توفر المرونة في إدارة المشاركة الكبيرة وبدون التضحية بمزايا وفراط الإنتاج الكبير وينبع عن تطبيق اللامركزية مشكلتين هما المشكلة الأولى الحاجة إلى قياس الأداء الداخلي للمستويات الإدارية المختلفة للرقابة على كافة الأنشطة بالوحدة الاقتصادية المشكلة الثانية الحاجة إلى ربط المستويات الإدارية الدنيا بمستويات الإدارة العليا في الوحدة الاقتصادية وينبع من اللامركزية عدة فوايد منها إمكانية اتخاذ القرارات بسرعة وبكفاءة أكثر وفي الوقت المناسب رفع الروح المعنوية وتحقيق درجة عالية من الرضا النفسي لدى رجال الإدارة عن أعمالهم تحفيز رجال الإدارة للعمل بطريقة أكثر فائدة إظهار المواهب والمهارات الإدارية أنواع مراكز المسئولية Responsibility Centers تصنف مراكز المسئولية Responsibility Centers تبعاً لإمكانية قياس بنود المدخلات والمخرجات والأصول المستثمرة والذي يطلق عليه معيار إمكانية التتبع المباشر Directly Traceable إلى مراكز تكلفة Cost Centers ومراكز الربحية Profit Centers ومراكز استثمار Investment Centers كما في الشكل التالي مراكز المسئولية بنقسم إلى ثلاث أنواع مراكز التكلفة تنصب بسلطة رئيس المركز على جانب التكاليف فقط فقط بالنوع الثاني مراكز الربحية تنصب بسلطة رئيس المركز على جانب التكاليف وجانب الإرادات لتنين مع بعض لأن الفرق بينهم يطلع الربح الفرق بين الإرادات والتكاليف يديك الربح يبدأ مراكز ربحية مراكز الاستثمار تنصب بسلطة رئيس المركز على التكاليف والإرادات والأموال المستثمرة ننفرق بين دولة الربح لو أسمت على الأموال المستثمرة الاستثمارات يديني معدل العائد على الاستثمار تنصب بسلطة رئيس المركز تنصب بسلطة رئيس المركز